اشتركوا في القناة الشخصيات بالمسلسل مشابه بحد كبير لشخصياتهم بالواقع حتى بأفعالهم وصفاتهم لكن بالمسلسل سيدات عنده أخط اسمها سيلين أما بالحقيقة ما في عنده أخط وبالأساس هو عنده أخوين توأم واسمهم سعاد ومظفر سعاد نعم صحيح هو اسم مذكر عندهم المهم في المسلسل شالوا شخصية سعاد وحطوا سيلين بهدف يخدم حبكة الأحداث عشان تكون سيلين هي حلقة الوصل بين سادات ونالان لكن بالحقيقة اللي خلت سيدات ونالان يرتبطوا ببعض وبسرعة وخلال خمس أيام هم بس أمهات العائلتين وليش دائما منلاحظ أنه شخصية مظفر أو موزو منحنية جسديا لأنه بالحقيقة ومن أول من ولد بيعاني من مشكلة في ظهره وعشان هيك بيفضل أنه يعزل نفسه عن الناس في غرفة بيغلب عليها الطابع التكنولوجي المظلم وما بيسمح لأي شخص أنه يدخلها لكن بالمسلسل ما ضل حد وإلا ما دخلها باقي شوي ويتعشب غرفته شخصية تاكو هو كمان ما لوجود بالحقيقة زي شخصية سيلين مجرد إضافة طيب من الشخص اللي كان يوصل كل أخبار العائلة لرأفة بالحقيقة رأفة كان بنفسه دقيق ومراقب على عيلته طيب هل فعلا هم عائلات ثرية جدا بالواقع نعم صحيح نالان وصفت بيت عائلة كورولو وكأول يوم رحت في عليهم كعروس قالت أنه المسافة بين كل غرفة وغرفة طويلة جدا عبارة عن مشوار طويل لحاله الأصر واسع جدا وكأنه كل واحد وعنده بيته الخاص فيه في هداك الأصر إلا أنهم كانوا يجتمعوا كل يوم على العشا على نفس الطاولة ونالان لاحظت كمان أنه كل شخص بهذاك الأصر عنده مشاكل ومنها النفسية لكن ولا واحد بفضل أنه يبين أو يكشف هذا الجزء من شخصياتهم ونالان بالأصر الحقيقية عملة اللي بتقدر عليها عشان تخلي سيدات دائما جنبها وتكسب رضا لأنه بتعتقد أنه هو حب حياتها وهو سبيل الهروب من الحياة المؤلمة اللي كانت بتعيشها لدرجة أنها كانت تأخذ الفطور من إيد العاملين وتروح بسرعة تقدم الفطور لسيدات وهذا الجزء الحمد لله ما شفناه وحذفه بالمسلسل لكن طبعا سيدات مو معطيها وجه لأنه بالحقيقة هو شخص بيحب بس السيدات الكبار بالعمر عشان هيك هو معجانة أما أكبر هم عند العائلتين هو أنه يصير عندهم حفيد ليسعدهم ويكون مالك ثرواتهم وأخيرا نالان بتصير حامل هذا ومن بعد محاولات زي ما شفنا بالمسلسل لكن وبسبب المشاكل والضغط النفسي اللي مرت في نالان طفلها رح ييجي بدري على العالم لكن وبعد ثلاث أيام رح يتوفى ورح تدخل نالان بحالة اضطراب نفسي اسمها MDD بمعنى الاضطراب الاكتئابي الشديد ومع الوقت ومع الأحداث الكئيبة اللي بتصير مع حياتنا لان للأسف هذا المرض رح يتطور عندها ورح يوصلها لحالات خطيرة بتخليها تعمل شي خطير جدا وخطأ هلأ تخيلوا بكل هاي الأوقات المتعبة والصعبة اللي مرت فيها نالان لكن وين حضرت السيد سيدات؟ ايش بيعمل؟ ولا هامه بيسكر وبيلعب امار والمصيب الأكبر وبعد وفاة طفل نالان كمان رح يتوفى عادل اللي بتعتقد نالان انه هو والدها وغالبا هذا الشي رح يصير بعدين لانه بالمسلسل غيروا موعد وفاة عادل وعلى حسب القصة الحقيقية عادل بيتوفى قبل اول لقاء بين خيري ونالان وهون بتبدأ اكبر التغييرات تصير على حياتنا لان وبترجع تطلب من عائلة كورولو انها ترجع تشتغل في شركتهم كمهندسة معمارية عشان تبدأ فصل جديد من حياتها وبلحظتها بعينه خيري كسائق عندهم وهو بالحقيقة نفس ما بتشوفه بالمسلسل هو صاحب طباع الرجل اناضولي ومظهره الخارجي بيشبه المغني ابراهيم تطلي السيس بشبابه ومن اللحظة الاولى اللي خيري شاف فيها النالان اجاله شعوره كأنه انضرب على قلبه من قوة ما اعجب بنالان طيب كيف شكل نالان بالحقيقة؟ وعلى حسب وصف الدكتورة قلسيران في الكتاب قالت انه شكل نالان بالحقيقة هو قريب جدا جدا للممثلة التركية القديمة فليز اكين ومن اول يوم اجد في نالان على العيادة الدكتورة النفسية انصدمت فكرة اللي قدامها هلأ في العيادة هي الممثلة فليز اكين المهم بعدها نالان رح تبدأ تلاحظ اهتمام خيري فيها ورح تستوعب قيمة نفسها اكتر وانه وقتها ضاع مع سيدات وخصيصا في ليلة ميلادها حضرت السيد سيدات كل عادة ما بتذكر يوم ميلاد نالان ويا ترى مين عرف بيوم ميلادها وبيستغل الفرصة على طول عشان يسعدها اكيد خيري وحاول على قد ما بيقدر انه يسعد نالان بيوم ميلادها وحاول يضحكها وعزمها على كفتها ومن هداك اليوم بدأت نالان تحس نفسها انها افضل وافضل لانه ما سبقوا حد عملها بهذا الاسلوب الدافي الحنون والسادة لتقرر بعدها نالان انها تنفصل عن سيدات بطلب الطلاء لكن طبعا وبسبب ما كانت عائلة كورولو كان من الصعب جدا انها تنفصل عن سيدات وعائلة كورولو هدا وغير السيدات اللي بصير يتواقح اكتر على نالان لما تصر هي على الطلاء وبحكم الصلة الممتازة بين نالان ورأفة وهو بيعتبرها كأنها بنته الحقيقية بالعافية بيوافق على موضوع الطلاء بالرغم انه كان رافض الفكرة وبعدها نالان بتطلع من الاسر وهي بيد خيري نالان راح تفضل انها تعيش مع شخص اسعدها واضافي البهجة لحياتها ولانها تعيش تعيسة في قصر كبير ورح تعيش مع خيري في غرفة صغيرة هي بالحقيقة بتكون ضلت لخيري من جده لكن وفجأة بيبين انه خيري متزوج وعنده ثلاث اطفال لكن وبسبب حب نالان وخيري لبعضهم رح يستمروا مع بعضهم لكن وبعد سبع سنوات مضت على زواج نالان وخيري خيري ما راح اغلط ما راح اغلط خيري يعتبر مؤليل كمان يعني لعوب وفمرة كان مواعي على نفسه وتورط مع بنت والبنت هاي اعلها بيجبروا خيري انه يتزوج بنتهم وبطبيعة الحال ايش لازم يعمل نعم صحيح لازم ينفصل عن نالان عشان يقدر يتزوج البنت الثانية اللي تورط معها هون نالان بترجع تنجن وبتقول اوه هو بطل يحبني وخصيصا موضوع المحبة يعتبر شي حساس جدا عند نالان وبشكل فارق كبير عندها لانها ما شافت الحنان وهي صغيرة ولما خيري يطلب الطلاق من نالان هون نالان ايش حكينا اول انه هي عندها حالة نفسية ايوه هاي الحالة النفسية بتتطور عندها وبتوصلها لحالة الانتحار وبمجرد ما خيري يعرف على طول بيجيب نالان للعيادة النفسية وكانت حالة نالان بالعيادة جدا محزنة بتصرخ زي الاطفال وبتنط زيهم وبتقول لا انا بدي افوت اول واحدة وقبل الكل عشان اشوف الدكتورة لكن اول جلسة صعب تستمر لانه نالان كانت بحالة مرهقة جدا وبعدها رجعت للدكتورة قلسيران من بعد ما وصفت لها ادوية مهدئة واستمرت الجلسات العلاجية مع الدكتورة بحضور نالان وخيري مع بعضهم وهون بدأ خيري يتكلم عن نفسه اكتر وقال انه هو بالحقيقة اتزوج زمان من سيدي اسمه تركان وعنده منها تلات بنات وحاليا هو مغرم ومتزوج من نالان وغير موضوع البنت اللي متورط معها هون الدكتورة ولعت معها وعصبت لكن مسكت نفسها لانه شايفته تمادى بموضوع العلاقات وقالت له ايش رأيك لو كانت نالان هي مكانك وعملت كل هاي الاشياء اللي انت عملتها وطبعا هو ايش انجن بمجرد ما حكت له هيك مثال وبالجلسة اللي بعدها بتبدأ نالان تشرح اكتر عن نفسها وخصيصا عن اللحظة اللي بتقرر فيها فريدة كشف الحقيقة لنالان وبتقولها بالاصل مين بتكون هي وكيف اجت على الحياة وهي بتكون حفيدتها مو بنتها وانه امها بالحقيقة اسمها قنيش او بالمسلسل المسمينها امل وهي ماتت باليوم اللي انولدت فيه نالان لانه اصلا ولادتها صعب جدا بالنسبة لعمر الام الصغير كان عمرها 14-15 سنة وبعدها الاب بيهرب بعد عملته لكن طبعا وضحت الطبيبة قل سيران انه اساسا وبسبب هذا الذنب حياته منقلبت فوق تحت وصح انه نالان نجحت ببعض الامور في حياتها لكن شخصيتها ضعيفة عقلها ملخبط شوي هذا وغير والد نالان اللي هرب لالمانيا وانسجن هناك بسبب بعض الامور ووضحت كمان نالان انه بالرغم من اهتمام فريدي فيها لانه فريدي كانت تكره نالان لانه بنظرها هي سبب موت بنتها وبعد ما فريدي تكشف كل الحقيقة تتوقعوا ايش صار فريدي رح تنتحر ونالان وصفتها وقالت وهي بتحتضر او هي بتاخد انفاسها الاخيرة كانت الاقتسام الاوية على وجهها على بالها انها شافت بنتها قونيش قدامها وبعد مجموعة من الجلسات العلاجية مع نالان وترى للي علم نمط احداث القصة الحقيقية في الكتاب تم سردها بنفس طريقة سرد احداث مسلسل غرفة الحمراء من دون اوفر دراما وبيوم من الايام بتيجي نالان وهي بحالة مجنونة للدكتورة وبتقولها الحقي خيري مات وبتقولها كيف مات بتجاوبها نالان وبتقولها البنت اللي تورط معها قتلته بالسكين وهون بترجع نالان في حالة اكتئاب اكتر ما عضل حد بتعرفه إلا ومات فريدة وعادل وابنها وهلأ خيري لا ترجع نالان تستمر مع الجلسات العلاجية المطولة واللي استمرت لمدة اكتر من تسعة شهور وبفترة العلاج واغلب اللي قرأوا الكتاب استغربوا من هذا الموضوع لكن طبعا هذا الشيء سببه بيرجع لعقلية نالان والالام اللي عاشتها بالماضي انها كانت تزور زوجة خيري وبناته وتهتم فيهم وكمان بفترة العلاج والد نالان بيلقى طريقة وبيقدر يقابل نالان عشان يطلب منها السماح وبعدها بيموت وكمان في شين سيتو موضوع المشد أو الكورس اللي كانت تلبسه نالان هو مجرد إضافات على القصة الحقيقية لكن الحقيقي بخصوص مواضيع الهوس اللي عند فريدة هو فعلا كانت دقيقة على كل لؤمة بتاكلها نالان المهم وبالنهاية حاليا نالان عايش طبيعي بعد سلسلة من العلاجات الصعبة ومستمرة بمهنتها كمهندسة معمارية وأخيرا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة